السلام عليكم بلاحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روح تبقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النفذات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات اكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة في الطبر ومن مضادات الاكسادة ما اقدرش اسيبها مضادات الأجساد اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة رحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفنا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجساد تاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زنك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبعا فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هقبت بها هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيهوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعل الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكانا ملحتين أو بلحة في اليوم تيتع نص بلحة تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي التمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخلوا مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد تمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبلة طاقة فالناس اللي رياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع تقتك عليكم بالطاقة النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطاقة أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طاقة ادوه لنا حضرتك مهمة لما بيدو الطاقة للفران بيلاقوا البيتاميليويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمها البيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو إحنا مستمرين على التمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى التمر مكانه والتمر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت إن التمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لإنه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكسادة طبيعا هيزود وظائف المخ لأنه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل 2015 لأوا اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الإمساكلي لأنه ألياف عالية تالت حاجة فيه مغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفة خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط أو في شهر الولادة تعاملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفتحوا مرض ايه؟ ايه افرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه؟ الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الأخيرة الجلد فيه مضادات أكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي أول حاجة الامساك تعمل الدراسة في بريطانيا على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم تاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة أن فيها بحسب تقول أن أكثر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي التمر مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير ومن مضادات الأجسادة مقدارش هسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا الى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا طبعا فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلى الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكانه ملحتين او بلح في اليوم تقيت على نص بلح تحطه على الشاي تحطه على القهوة تحطه على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيمك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيمك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمس السكر وتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحنا حضرتك لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميليويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي اسمها بيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية ثاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية ثالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولود فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثدي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعدكده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعدكده انتو اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلحة والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه ايفرحوا بنفسكم كده سوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليه نعجز السلام عليكم السلام عليكم بناحتين للتلاتة يوميا 10 فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى مرضا هتكلم على تمرتين لثلاثة اكتر من ثلاث تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اثنين لثلاث ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك تعاملت دراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه الطمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في البلحات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطمر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة فيه الطمر ومن مضادات الأجسادة مقدارش هسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه إيه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيهوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات ممكن تعتمد عليها لرفع تقتك عليكم في الطاقة النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطاقة أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طاقة ادوهولنا احنا حضرتك مهمة لما بيدو الطاقة للفران بيلاقوا البيتا اميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على التمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى التمر مكانه والتمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت ان التمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكساد طبيعا هيزود وظائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل 2015 لأو اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكسادة عالية ثاني حاجة ما بيمنع الإمساك ليه لانه ألياف عالية ثالث حاجة فيه ماغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من التادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلح والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعية دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلاتة مرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك اتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا في الطمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويسة مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة في الطبر ومن مضادات الاكسادة ما قدرش حسبها مددات الأجساد اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا كلوا بقى جانك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مددات الأجساد التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من القسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هكتبه هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه مفوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط الطمر أو البلح مكاني ملاحتين أو بلح في اليوم تحت عنص بلح وتحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفي الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حاسس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيدي بتاع المخ اللي يسمها البيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصرين بحجر شلنا السكر وحتى التمر مكانه والتمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان التمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أجساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعمل لالفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات أجسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأجسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولود فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولود هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافهم البرستاطة والقولود ستات يخافهم من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولود يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها الوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلح والبوتاسيام والمغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل ومغنيسيام وبوتاسيام فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين لتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الاكسادة مددات الأجساد اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا وقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب وقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مددات الأجساد التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زنك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دال طبعا فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من القسي بروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملاحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيدي بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحثت عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين يعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل لالفين وخمستاشر لأوا اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه منجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون ندخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صديم خالص يعني الصديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده صديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكساد عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكاله مش عالي الجليسيميك انديكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز شكرا للمشاهدة السلام عليكم مبلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلاتة مرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا British Journal of Nutrition على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الاجسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه الطمر او البلح مضادات الاجسادة اللي موجودة فيها الكارتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من اقوى مضادات الاجسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاجسادة هي الطبر مددات الأجسادة يعني البشرة الكويس مددات الأجسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مددات الأجسادة اللي موجودة فيه الطبر ومن مددات الأجسادة مقدرش أسيبها مددات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا الى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا كلوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خدنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادة الاكسادة تاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبعا فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكاني ملاحتين او بلح في اليوم تيضي عنص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر وادخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعمل بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما قدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميليويد او الشوائب او المخرجات بتاعت الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي يسمها البيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل لالفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفة خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجالة يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يعني يكاد ينعدم في الطمر أو البلاحة والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفتح مرض ايه؟ هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه؟ الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على الطمر طمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى فرده هتكلم على طمرتين لتلاتة اكتر من تلاتة مرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك اتعاملت دراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في البداية موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكتر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزا ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة في التمر ومن مضادات الاكسادة مقدارش اسيبها مضادات الاكسادة كاروتينويت تحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لثلاثة في اليوم يقدوا الى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادة الاكسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من القسي بروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكان ملحتين او بلحة في اليوم تقيت على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلموا السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفي الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع تقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوهولن احنا حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والقايدة بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عمل وقالت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه يزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ اش عاوزين يعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل عام 2015 لأو اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه مغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاو خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليخ سرطان القولون ندخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عاليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الأخيرة الجلد فيه مضادات أكساد عالي قوي وأفضلهم الكارتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك اندكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى بديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش لغي أول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي التمر ايه مضادات الأكسادة؟ مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة متعودش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية هذه مضادات الأجسادة الموجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة مقدرش هسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيؤدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب يقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة تاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي طبعا فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بها هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيوش أي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعل الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملحتين أو بلحة في اليوم تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيمك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيمك اندكس عالي والإنسولين إنديكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر ودخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعمل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقة عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما أدوها للفران ما أعرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمها البيتاميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو نحن مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر وشلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميلويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت أن الطمر يزود الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لأنه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لأنه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة عامل 2015 نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكسادة ثاني حاجة ما بيمنع الإمساك ليه لأنه ألياف عالية ثالث حاجة فيه مغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاء وخايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلح والبوتاسيام والمغنيسيام عاليين يبقى يفيد في مرض ايه؟ هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل ومغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه؟ الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الأخيرة الجلد في مضادات أكساد علي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز قضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان السبع البلاحات علاج مش تخزين اللي اخدت سبع بالحات في اليوم لمدة 21 يوم اتحسن عنده الامساج بدنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف سبع بالحات لعلاج الامساج في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الأكساد وده حاجة جامدة جدا فيه الطمر أو البلح مضادات الأكساد اللي موجودة فيها الكارتينويد والبوليفينول والفلافيينويد يعني تلات حاجات من أقوى مضادات الأكساد اللي في إنبدأت موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات اكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الالفلوانزا متعودش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة في الطبر ومن مضادات الأجسادة ما أقدرش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة تاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه إيه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيهوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكانه ملحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيمك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيمك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيدي بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين يعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل عام 2015 لأوا اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه قلياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه منجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجالة يخافوا من البروستاطة والقولون ستات يخافوا من التادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلح والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه؟ هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه؟ الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكاله مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليه نعجز السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من ثلاث تمرات انت روحت بقى بديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك تعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جمدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزا ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة ما قدرش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيؤدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا وقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملاحتين أو بلح في اليوم تيطع نص بلح وتحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي التمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد تمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقة عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك مهم لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمعها البيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده فيه أبحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين يعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل 2015 لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفة خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجالة يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض إيه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات أكساد عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعا متى نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليه نعجز السلام عليكم بلحتين للتلاتة يومية عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش لغي أول حاجة الامساك بتعامل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال أوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في اللي بدأت موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكتر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي التمر ايه مضادات الأكسادة؟ مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية هذه مضادات الأجسادة الموجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة مقدارش هسيبها مضادات الأجسادة التي فيه كارتينويت تحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا وكلوا جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكانه ملحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيمك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيمك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي التمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو أنت مثلا قبل الجيم لو أنت حجس أنت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد تمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عدوهم يوم طويل من الشغل أو عدو مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع تقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي اسمها بيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو إحنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينضف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن سيزود وظائف المخ لأنه سيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ لا يريد أن نعدي الكلام النقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني عام 2015 لا اللي يستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكسادة عالية ثاني حاجة ما يمنع الإمساك ليه لأنه ألياف عالية ثالث حاجة فيه مغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع لي سرطان القولون يدخلوا في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعمل 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهم أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها الوحدوكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات اكساد عالي قوي وافضلهم الكارتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليه نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين لتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلاتة مرات انت روحت بقى بديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك اتعامل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوترشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الأجساد ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الأجساد اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من اقوى مضادات الأجساد اللي في الفضادات موجودة في البلح لدرجة انفيها بحس بتقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاجساد هي الطبر مددات الأجسادة؟ مددات الأجسادة يعني البشرة الكويس مددات الأجسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مددات الأجسادة اللي موجودة فيه الطمب ومن مددات الأجسادة ما قدرش أسيبها مددات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادة الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه ما فيوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكانه ملاحتين أو بلح في اليوم تحتعى نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي التمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد تمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدوه الفران طامبر ادوهولن احنا حضرتك لما بيدوه الطامر للفران بيلاقوا البيتاميليويد او الشوائب او المخرجات بتاعت الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي اسمها بيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطامر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطامر مكانه والطامر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عمله ان الطامر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل الالفين وخمستاشر لا او اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون ندخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها لوحدوكم حاجة مفاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه؟ هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه؟ الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى بديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا British Journal of Nutrition على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جمدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكارتينويد والبوليفاينول والفلافينويد suisse تلت حاجات من اقوى مضادات الاكسادت اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض ومضادات الاكسادة هي الطبر مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس الاتهابات الوليلة العائل الإنوا AS الفلونزة частين rum يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة مقدارش هسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه مفوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملاحتين أو بلح في اليوم تيت عنص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك مهم لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمعها البيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه يزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعمل لالفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات أكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها الوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والمغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض إيه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل ومغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات أكساد عالي قوي وأفضلهم الكارتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليه نعجز السلام عليكم بلحتين للتلاتة يومية عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي أول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال أوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في البداية موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكتر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي التمر ايه مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة مقدارش هسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيوش أي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكانه ملحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيمك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيمك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي التمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حاسس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران تمر ادوه لنحن حضرتك مهمة لما بيدو التمر للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيدي بتاعة المخ اللي يسمها البيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو إحنا مستمرين على التمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى التمر مكانه والتمر نفسه ينضف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت إن التمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لإنه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لإنه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين يعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل عام 2015 لا اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الإمساك ليه لإنه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من التادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكارتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكتر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة ما قدرش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيؤدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيهش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكر حط التمر أو البلح مكان ملحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلموا السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عدوهم يوم طويل من الشغل او عدو مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعت الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي يسمها البيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ اش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعمل 2015 لأ اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه منجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفة خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجالة يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها الوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والمغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكو كده ها صوديم قليل ومغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز السلام عليكم بلحتين للتلاتة يومية عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في البلحات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكتر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة مقدارش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيهش أي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي التمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بتعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد تمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عدوهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع تقتك عليكم في الطمرة النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمرة أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمرة ادوه لنحن حضرتك مهمة لما بيدو الطمرة للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي اسمها بيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو إحنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينضف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده فيه أبحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لإنه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكساد طبيعا هيزود وظائف المخ لأنه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل لأفين وخمستاشر لأو اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكساد عالية تاني حاجة ما بيمنع الإمساك ليه لأنه ألياف عالية ثالث حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثدي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعلق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عاليين يبقى يفيد في مرض إيه سوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام إيه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الأخيرة الجلد فيه مضادات أكسادة عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكاله مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لأ وعامة نحفظه كده أي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لأنه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي أول حاجة الإمساك تعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال أوف نيوتريشن على سبع بلاحات وإن السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الإمساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلاحات لعلاج الإمساك في واحد وعشرين يوم تاني نقطة مضادات الأكسادة وده حاجة جامدة جداً في الطمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة إن فيها بحسب تقول إن أكثر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي الطمر إيه مضادات الأكسادة؟ مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويسة مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مضادات الأكسادة اللي موجودة في الطمر ومن مضادات الأكسادة ما قدرش حسبها مضادات الأجساد اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا كلوا بقى جانك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجساد التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه إيه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا طبعا فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه مفوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملاحتين أو بلح في اليوم تحت عنص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفي الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حاسس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي رياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك لما بيدوا الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيدي بتاع المخ اللي يسمها البيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أجساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل لالفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات أجسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأجسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولود هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولود ستات يخافوا من الثدي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولود يدخلوا في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صديم خالص يعني الصديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلح والبوتاسيوم والمغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صديم قليل ومغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الأخيرة الجلد في مضادات أكسادة عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لأنه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يقلب الى ضده وكلامي واضح اثنين لثلاثة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك تعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوترشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه الطمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في البداية موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة ما قدرش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خدنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبعا فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هكتبك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكانه ملحتين او بلحة في اليوم تحطها على نص بلحة تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة او معادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع تقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والقايدة بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وظائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل الالفين وخمستاشر لا او اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه منجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون ندخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلح والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكساد عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكاله مش عالي الجليسيميك انديكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم بلحتين لتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى بديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك تعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه تخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جمدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة ما قدرش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبقى هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيهش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكر حط التمر أو البلح مكان ملحتين أو بلح في اليوم تيتع نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفي الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حاسس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبلة طاقة فالناس الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقة عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك مهم لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمعها البيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعمل لالفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات أكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفة خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والمغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض إيه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل ومغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات أكسادة عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليه نعجز السلام عليكم بلحتين للتلاتة يومية عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش لغي أول حاجة الامساك بتعامل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال أوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم تاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في اللي بدأت موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكتر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي الطبر ايه مضادات الأكسادة؟ مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة مقدارش هسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا اقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب بقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه ما فيوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكان ملاحتين او بلح في اليوم تيجد على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي رياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعت الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي يسمعها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر بقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عمله ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعي هيزود وصائف المخ لانه يزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ اش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل الفين وخمستاشر اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه مغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولود فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولود هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولود ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولود يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة اوي سيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا في النظة اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها الوحدوكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلحة والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكو كده سوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكارتينويت وسكاله مش عالي الجليسيميك انديكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز بيحسن الجلد بيحسن.. بيحسن الجلد راسم الجلد المهم الجمع وفضل الانه بيحسنج السلام عليكم بلاحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلاحات وانnn 7 البلاحات علاج ليس تخزيه اللي خاد 7 بلاحات في اليوم لمدة 21 يوم تحسن عنده الامساك بالنسبة كبيرة اوي شبه التخلص منه لوجود الكثير من الكثير من الالياب 7 بلاحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادا ودي حاجة جمدة جدا فيه الطمر او البلح مضادات الاكسادا موجودة فيها الكارتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني 3 حاجات من اقوى مضادات الاكسادة بالبلاح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات اكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة في الطبر ومن مضادات الاكسادة ما اقدرش اسبها مددات الأجساد اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا وكلوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مددات الأجساد التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من القسي بروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم وكبه هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيهوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط الطمر أو البلح مكاني ملاحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفي الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين ثلاثة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوهول نحن حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمها بيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو إحنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت إن الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لإنه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لإنه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل عام 2015 لا أقول الأكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الإمساك لإنه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثدي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في الطمر أو البلاح والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعية دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على الطمر طمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الأخيرة الجلد فيه مضادات أكساد عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لأنه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على طمرتين لتلاتة أكتر من ثلاث تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي أول حاجة الإمساك تعمل الدراسة في بريطانيا على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الإمساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلحات لعلاج الإمساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه الطمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكارتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة أن فيها بحاس بتقول أن أكثر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي الطبر مددات الأجسادة؟ مددات الأجسادة يعني البشرة الكويسة مددات الأجسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مددات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مددات الأجسادة ما قدرش أسيبها مددات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادة الأجسادة تاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه اي حاجة ويعلى الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكاني ملحتين او بلح في اليوم تحت عنص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلموا السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عدوهم يوم طويل من الشغل او عدو مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران تمر ادوه لنحن حضرتك مهم لما بيدو التمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والقايد بتاع المخ اللي يسمها البيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على التمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى التمر مكانه والتمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان التمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ انه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعمل 2015 لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكس توسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها الوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلاحة والبوتاسيام والمغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكو كده ها صوديم قليل ومغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية حاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك اندكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليه نعجز السلام عليكم بلحتين لتلاتة يومية عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج كبير قوي شبه تخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه الطمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في البداية موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكتر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزا ما تقعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة فيه الطمر ومن مضادات الاكسادة مقدارش اسيبها مددات الأجساد اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا كلوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب بقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مددات الأجساد التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي الطمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من القسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه ما فيوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملحتين أو بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات ممكن تعتمد عليها لرفع تقتك عليكم في الطاقة النقطة اللي بعد كده المخ وما قدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطاقة أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طاقة ادوهولنا احنا حضرتك المهمة لما بيدو الطاقة للفران بيلاقوا البيتا اميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي يسمعها البيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أكساد طبيعا هيزود وظائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل 2015 لأو اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات أكسادة عالية ثاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية ثالث حاجة فيه ماغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون ندخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الأخيرة الجلد فيه مضادات أكساد عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لأنه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش لغي أول حاجة الإمساك تعمل الدراسة في بريطانيا على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الإمساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلاحات لعلاج الإمساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة أن فيها بحسب تقول أن أكثر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي التمر مددات الأجسادة؟ مددات الأجسادة يعني البشرة الكويسة مددات الأجسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مددات الأجسادة اللي موجودة فيه الطمر ومن مددات الأجسادة ما قدرش أسيبها مددات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادة الأجسادة تاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بها هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكاني ملحتين او بلح في اليوم تيتع نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حاجس ان انت تعمل بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي رياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة فى الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحنا حضرتك لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميليويد او الشوائب او المخرجات بتاعت الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي اسمها البيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكساد طبيعا هيزود وظائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعمل 2015 لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه قلياف عالية تالت حاجة فيه مغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعدن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعدكده هي للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية بيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها الوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلحة والبوتاسيام والمغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه ايفرحوا بنفسكو كده ها سوديم قليل ومغنيسيام وبوتاسيام فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيمك انديكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز الكتاب اليوم اشن ، انهم اشتركوا في القناة اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة 21 يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جمدة جدا فيه الطمرة او البلح مضادات الاكسادة الموجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني 3 حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في البلحات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحاس بتقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تقعدش عندك كتير موجودة فيه التمر ومن مضادات الاكسادة مقدارش اسيبها مضادات الاكسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا الى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الاكسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش نشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من القسي بروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبوك بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه ما فيه اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكاني ملاحتين او بلح في اليوم تحطها على نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ اش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل لالفين وخمستاشر لا او اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه مغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاو خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثدي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعاملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة اوي سيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك تعامل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويسة مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويسة يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة ما قدرش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جانك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح دا؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر تربصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه مفوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طيب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني ملحتين أو بلح في اليوم تحت عنص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطاقة النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطاقة أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران تمر ادوه لنحن حضرتك مهمة لما بيدو التمر للفران بيلاقوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيدي بتاع المخ اللي يسمها البيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو إحنا مستمرين على التمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى التمر مكانه والتمر نفسه ينظف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده فيه أبحاثة عملت ان التمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادة أكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل لالفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أكساد عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه منجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأكسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة وخايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلح والبوتاسيام والمغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض إيه هيفرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل ومغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام إيه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الأخيرة الجلد فيه مضادات أكسادة عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده أي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لأنه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز بيحسن الجلد اشتركوا في القناة يقلب الى ضده وكلامي واضح اثنين لثلاثة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك تعمل الدراسة في بريطانيا على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الاكساد ودي حاجة جامدة جدا فيه الطمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزا متعودش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التم ومن مضادات الأجسادة مقدارش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خدنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة الثاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم مية في المية ممتاز مع فيتامين دا لطبع فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هاتبق بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه ما فيه اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكان ملحتين او بلحة في اليوم تقيت على نص بلحة تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلت معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي التمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلموا السكر وتدخلوا مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حاسس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد تمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران تمر ادوه لنا احنا حضرتك مهمة لما بيدو التمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والقايدة بتاع المخ اللي يسمها البيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على التمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى التمر مكانه والتمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان التمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل لالفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان للقولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من التادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعاملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي سيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها الوحدوكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلاحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفتح مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكساد علي قوي وافضلهم الكارتينويد وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم بلاحتين للتلاتة يومياً عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلا شرغي أول حاجة الإمساك تعملت دراسة في بريطانيا بريتش جورنال أوف نيوتريشن على سبع بلاحات وإن السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الإمساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلاحات لعلاج الإمساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جداً فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة أن فيها بحسب تقول أن أكثر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي الطبر إيه مضادات الأكسادة؟ مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأكسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأكسادة ما قدرش يسيبها مضادات الأكسادة اللي فيه كاراتينايت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا وكونوا بقى جنك فود وخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خضنا بلحتين احنا خفنا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأكسادة الثاني نقطة ثالث نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين ده لطبع فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه ما فيوش اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكانه ملحتين او بلح في اليوم تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولا جليسيمك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيمك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي التمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر وادخله مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد تمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران لما ادو الطمر للفران لما ادو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات الميتابوليزم والقايدة بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين يعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل 2015 لا او اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكساد عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولود فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها الوحدوكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلاح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكو كده صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات اكساد عالي اوي وافضلهم الكارتينويت وسكاله مش عالي الجليسيمك انديكس واليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بيتخليه نعجز السلام عليكم بلحتين لتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لثلاث اكتر من ثلاث تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اثنين لثلاث ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا British Journal of Nutrition على سبع بلحات وان السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جمدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويسة مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزة متعودش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية وهذه من مددات الأجساد اللي موجودة فيه التمر ومن مددات الأجساد اللي فيه كاراتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيؤدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا جنك فود واخدوا صودا ويناموا لغاية المغرب يقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مددات الأجساد الثاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلع ده؟ البلع عبارة عن في حديد وفي نحاس وفي زينك مش نشكلتي ولكن في بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دال طبعا فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه اي حاجة ويعلى الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكانه ملاحتين او بلحة في اليوم تحت عنص بلحة تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيمك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيمك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلموا السكر وادخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعمل بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم يروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك مهم لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعت الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي يسمها البيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وظائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل الالفين وخمستاشر لا او اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاجسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفة خصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثدي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة اتعاملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعلق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة اوي سيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز شكراًاenko اشتركوا في القناة 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 النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط الطمر او البلح مكان ملحتين او بلح في اليوم تيطع نص بلح حطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر وادخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراوكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميليويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والايدة بتاع المخ اللي اسمها بيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ اش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل الفين وخمستاشر لا اقول اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زنك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البروستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة اوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلاحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعات دموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية حاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكساد علي اوي وافضلهم الكاريتينويت ويسكره مش عالي الجليسيميك اندكس واليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليهنا نعجز السلام عليكم بلحتين للتلاتة يومياً عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنه من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلات اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلات ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الالفلوانزا ما تعدش عنده كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الاكسادة ما اقدرش اسيبها مضادات الاكسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا الى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا اقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة ويناموا لغاية المغرب ويقولوا خدنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الاكسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبع فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمصوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الاستيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هكتبه هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكانه ملحتين او بلح في اليوم تقدر نص بلح تحطه على الشاي تحطه على القهوة تحطه على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي التمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه التمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بتعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عدوهم يوم طويل من الشغل او عدو مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك مهم لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميليويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والايدي بتاع المخ اللي اسمها بيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود بيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعمل الفين وخمستاشر لا اقول لي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة هو بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زنك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة أوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفاش صديم خالص يعني الصديم يعني يكاد ينعدم في الطمر أو البلح والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض إيه هيفرحوا بنفسكم كده صديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام إيه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على الطمر طمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الأخيرة الجلد في مضادات أكسادة عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده أي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لأنه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى فرده هتكلم على طمرتين لتلاتة أكتر من ثلاث تمرات انت روحت بقى بديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي أول حاجة الامساك تعاملت دراسة في بريطانيا بريتش جورنال أوف نيوتريشن على سبع بلحات وإن السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم اتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم اتاني نقطة مضادات الأجسادة ودي حاجة جامدة جدا فييه التمر أو البلح مضادات الأجسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد وبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من أقوى مضادات الأجساد اللي في نبداية موجودة في البلح لدرجة إن فيها بحسب تقول إن أكثر فاكهة مجفافة على وجه الارض فيها مضادات الأجسادة هي الطمر مددات الأجسادة؟ مددات الأجسادة يعني البشرة الكويسة مددات الأجسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الألفلوانزة ما تعدش عندها كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مددات الأجسادة اللي موجودة فيه الطمر ومن مددات الأجسادة ما قدرش أسيبها مددات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيؤدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة رحوا كلوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب بقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحر دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبعا فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هكتبه هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر او البلح مكانه ملحتين او بلح في اليوم تيطع نص بلح حطه على الشاي تحطه على القهوة تحطه على المشروعات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلت معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر وتدخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حاسس ان انت بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعا هيزود وصائف المخ انها يزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ اش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل الفين وخمستاشر لا اقول لي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة هو بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفه خصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من التادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعدكده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تتعاملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في الطمر أو البلح والبوتاسيام والماغنيسيام عليين يبقى يفتح مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيام وبوتاسيام فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على الطمر طمرتين لتلاتة يومية حاجة الأخيرة الجلد في مضادات أكساد علي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز بيقال دخونك ده بيانده بيانده من المصله والدخونج اللي بتخليério بيانده اشتركوا في القناة 10 فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى فرضا هتكلم على تمرتين لثلاث اكتر من ثلاث تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اثنين لثلاث ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا British Journal of Nutrition على سبع بلحات وين السبع بلحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلحات لعلاج الامساك في 21 يوم تاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني تلات حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي التمر ايه مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الفلوانزا ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الاكسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة مقدرش هسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا يقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب ويقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة تاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة فيه ايه البلح دا؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبعا فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هتبقى بهائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه مفوش أي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادة ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكانه ملحتين أو بلح في اليوم تدع نص بلح تحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من التمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت ضعبان بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين أو الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل أو عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع أو بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا حضرتك مهمة لما بيدو الطمر للفران بيلاءوا البيتا أميلويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي اسمها بيتا أميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا أميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا أميلويد من المخ بالعكس ده في أبحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أجسادة طبيعا هيزود وظائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل 2015 لأوا اللي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه أولا مضادات أجسادة عالية تاني حاجة هو بيمنع اللي امساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه مغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الأجسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايفة خصوصا سرطان القولون هو السرطان الأول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم أو الرحم أو المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في أكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة أو في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الأخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الإكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأش للولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النقطة اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات أكساد عالي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وأليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليهنا نعجز السلام عليكم بلاحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة أكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في ديب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب إلى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي أول حاجة الامساك تعاملت دراسة في بريطانيا British Journal of Nutrition على سبع بلاحات وانا السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة 21 يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة قوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الألياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في 21 يوم ثاني نقطة مضادات الأكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه التمر أو البلح مضادات الأكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من أقوى مضادات الأكسادة اللي في البداية موجودة في البلح لدرجة إن فيها بحسب تقول إن أكثر فاكهة مجففة على وجه الأرض فيها مضادات الأكسادة هي التمر إيه مضادات الأكسادة؟ مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويسة مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الفلوانزا ما تعدش عندك كتير يعني تموت خلايا سرطانية دي مضادات الأكسادة اللي موجودة في التمر ومن مضادات الأكسادة مقدرش أسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا كلوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب بقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبعا فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزوس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هكتبه هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين إنه مفوش أي فايدة خالص لا فيه فيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه أي حاجة ويعلي الإنسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو أنت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط التمر أو البلح مكاني بلحتين أو بلح في اليوم تيطع نص بلح وتحطها على الشاي تحطها على القهوة تحطها على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قنبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الإنسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لأن السكر الجليسيميك اندكس عالي والإنسولين اندكس عالي الطمر أقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لأنه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر وتدخلوا مكانه الطمر وفي الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت بل بالعكس في رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين أو تلاتة لأن هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبلة طاقة اللي عليكم في الطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما أدراكم مع علاقة البلح بالمخ مضادات الأجساد اللي موجودة في الطمر أو البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لن احنا حضرتك امم لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميولويد أو الشوائب أو المخرجات بتاعة الميتابوليزم والأيد بتاع المخ اللي اسمها بيتاميولويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميولويد دي سبب مرض الزهايمة فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمة لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميولويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عمله ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات أجسادة طبيعا هيزود وصائف المخ لانه يزود بيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل الفين وخمستاشر لا اقول لي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات أجسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه ألياف عالية تالت حاجة فيه مغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الأجسادة والمعادن والفيتامينات والألياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من الثادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تتعاملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة قوي السيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلاحة والبوتاسيام والمغنيسيام عليين يبقى يفيد في مرض ايه ايه افرح بنفسكم كده سوديم قليل ومغنيسيام وبوتاسيام فاللوعات دم ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا حاجة الاخيرة الجلد فيه مضادات اكساد عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت ويسكره مش عالي وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخليهنا نعجز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى فرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلاتة تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك بتعمل الدراسة في بريطانيا بريتش جورنال اوف نيوتريشن على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزيه اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في النباتات موجودة في البلع لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطبر ايه مضادات الاكسادة؟ مضادات الاكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الاكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الافضل يعني الالفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأجسادة اللي موجودة فيه التمر ومن مضادات الأجسادة ما اقدرش اسيبها مضادات الأجسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيقدوا الى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة روحوا اقولوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب وقولوا خذنا بلحتين احنا خفين الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه ايه البلح ده؟ البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبع فمن اقوى الحاجات لما ندي الاطفال الصغيرين يمسوا بلحة او نخلي التمر في حياة الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس او هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هكتبه هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه ما فيه اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرت حط التمر او البلح مكاني ملاحتين او بلح في اليوم تدع نص بلح تحطيه على الشاي تحطيه على القهوة تحطيه على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلت معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولو جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فبديل رائع مغزي للسكر يريد تلموا السكر واتدخلوا مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت دعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصلوا بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قنبل الطاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عدوهم يوم طويل من الشغل او عدو مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنا احنا حضرتك مهم لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتاميليويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والايدي بتاع المخ اللي اسمها بيتاميليويد دي بتقل بشكل كبير البيتاميليويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتاميليويد من المخ بالعكس ده في ابحاثة عمله ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات اكسادة طبيعي هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعدك مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني يتعامل الفين وخمستاشر لا قول لي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة هو بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجنيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطة والقولون ستات يخافوا من التادي وعلق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخلوا في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تعملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكستوسن فانقبضات الرحم اثناء الولادة تشد وعلق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل اسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة اوي سيدات في اخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتو اللي هتعرفوها لوحدوكم حاجة مفاش سوديم خالص يعني السوديم يعني يكاد ينعدم في التمر او البلحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه ايفرحوا بنفسكم كده ها سوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يوميا الحاجة الاخيرة الجلد في مضادات اكسادة عالي قوي وافضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس واليافه كويسة وفي نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة اكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة السلام عليكم بلاحتين للتلاتة يوميا عشر فوائد ربما لم تسمعوا عنهم من قبل فوائد لا تحصى هرده هتكلم على تمرتين لتلاتة اكتر من تلات تمرات انت روحت بقى في دب كبد دهني وسمنة ومرض سكر وكل شيء يزيد عن حده يقلب الى ضده وكلامي واضح اتنين لتلاتة ندخل في الموضوع بلاش رغي اول حاجة الامساك تعاملت دراسة في بريطانيا بريتش جورنال اف نيوتريشن على سبع بلاحات وان السبع بلاحات علاج مش تخزين اللي خد سبع بلاحات في اليوم لمدة واحد وعشرين يوم يتحسن عنده الامساك بنسبة كبيرة اوي شبه يتخلص منه لوجود الكثير من الالياف فسبع بلاحات لعلاج الامساك في واحد وعشرين يوم ثاني نقطة مضادات الاكسادة ودي حاجة جامدة جدا فيه الطمر او البلح مضادات الاكسادة اللي موجودة فيها الكاراتينويد والبوليفينول والفلافينويد يعني ثلاث حاجات من اقوى مضادات الاكسادة اللي في البداية موجودة في البلح لدرجة ان فيها بحسب تقول ان اكثر فاكهة مجففة على وجه الارض فيها مضادات الاكسادة هي الطمر إيه مضادات الأكسادة؟ مضادات الأكسادة يعني البشرة الكويس مضادات الأكسادة يعني بيوت الطاقة اللي بتشتغل كويس يعني الالتهابات القليلة يعني الحيوات المنوية الأفضل يعني الألفلوانزة ما تعدش عندك كتير يعني اتموت خلايا سرطانية دي مضادات الأكسادة اللي موجودة فيه الطمر ومن مضادات الأكسادة مقدرش أسيبها مضادات الأكسادة اللي فيه كارتينويت بتحسن النظر بشكل كبير فبلحتين لتلاتة في اليوم بيؤدوا إلى تحسين النظر مع الوقت ومع الحياة الصحية الكاملة رحوا كلوا بقى جنك فود واخدوا صودة وينموا لغاية المغرب بقولوا خذنا بلحتين احنا خفينا الصحة دايرة كاملة يبقى مضادات الأجسادة التاني نقطة تالت نقطة ودي نقطة جميلة قوي فيه إيه البلح ده البلح عبارة عن فيه حديد وفيه نحاس وفيه زينك مش مشكلتي ولكن فيه بوتاسيام وماغنيسيام وفوسفور كالسيام وماغنيسيام وفوسفور لما يمسكوا في حاجة يبقى العظم 100% ممتاز مع فيتامين دل طبعا فمن أقوى الحاجات لما ندي الأطفال الصغيرين يمصوا بلحة أو نخلي التمر في حياة الأطفال الصغيرين وفي الناس الكبيرة اللي خايفين من الأوسيوبروزس أو هشاشة العظام البلحتين لتلاتة في اليوم هكتبه هائلة عشان تحسن قوة العظام النقطة الجميلة اللي بعد كده بديل رائع للسكر بصوا مشكلتنا مع السكر حاجتين انه مفوش اي فايدة خالص لا فيه بيتامينات ولا فيه معادن ولا فيه مضادات ولا فيه اي حاجة ويعلي الانسولين فيدخلك فيه مشاكل السكر والسمن لو انت تشيل السكر من حياتك طب يا دكتور عايز حاجة مسكرة حط الطمر او البلح مكانه ملحتين او بلح في اليوم تحت عنص بلح حطه على الشاي تحطه على القهوة تحطه على المشروبات بتاعتك بديل رائع وفيه كل المغزيات يبقى استفدنا بدل ما خدنا السكر المضير خدنا حاجة قمبلة معادن وفيتامينات لا لا مش كل ده المهم ولوه جليسيميك اندكس يعني لو خدت عدد جرامات من السكر وخدت عدد جرامات من الطمر الانسولين مش هيطلع لنفس الدرجة لان السكر الجليسيميك اندكس عالي والانسولين اندكس عالي الطمر اقل منه فحتى هيعل السكر طبعا لانه سكري ولكن مش زي السكر فمديل رائع مغزي للسكر يريد تلمو السكر واتدخله مكانه الطمر وفيه الحلويات كمان النقطة اللي بعد كده تعتبر بيوت طاقة رائعة لو انت مثلا قبل الجيم لو انت حجس ان انت تعبان بل بالعكس فيه رسالة علمية قالت اللي بياخد طمرتين لتلاتة بيحصل له بوستنج للطاقة ممكن تقعد لساعتين او تلاتة لان هي معادن وفيتامينات وسكر مع بعض تعتبر قمبلة طاقة فالناس اللي الرياضيين او الناس اللي عندهم يوم طويل من الشغل او عندهم مثلا بيروح من موقع لموقع او بيروح من مكان لمكان بلحتين تلاتة يدوك طاقة ومعادن وفيتامينات وطاقة حلوة وطاقة نظيفة ممكن تعتمد عليها لرفع طاقتك عليكم بالطمر النقطة اللي بعد كده المخ وما ادراكم ما علاقة البلح بالمخ مضادات الاكساد اللي موجودة في الطمر او البلح لما ادوها للفران ما عرفش بيدو الفران طمر ادوه لنحن حضرتك لما بيدو الطمر للفران بيلاقوا البيتا اميلويد او الشوائب او المخرجات بتاعة الميتابوليزم والايد بتاع المخ اللي اسمها بيتا اميلويد دي بتقل بشكل كبير البيتا اميلويد دي سبب مرض الزهايمر فتخيلوا لو احنا مستمرين على الطمر مع الوقت ما يحصلش وقاية رائعة من الزهايمر لما ضربنا عصفرين بحجر شلنا السكر وحتى الطمر مكانه والطمر نفسه ينظف البيتا اميلويد من المخ بالعكس ده فيه ابحاثة عملت ان الطمر يزود الذاكرة يحسن الذاكرة ويحسن وصائف المخ طبعا لانه سكر ومعادن وفيتامينات ومضادات الاكساد طبيعا هيزود وصائف المخ لانه هيزود البيوت الطاقة اللي جوه المخ مش عاوزين نعدي الكلام نقطة اللي بعد كده مضاد رائع للسرطان لكذا حاجة يعني اتعامل لالفين وخمستاشر لا اقول لي بيستمر على البلح نسبة سرطان القولون بتقل بشكل كبير جدا ليه اولا مضادات اكسادة عالية تاني حاجة ما بيمنع الامساك ليه لانه الياف عالية تالت حاجة فيه ماغنيسيام وفيه بوتاسيام وفيه مانجانيز وفيه زينك فدورة مضادات الاكسادة والمعادن والفيتامينات والالياف تمنع سرطان القولون فالعاوة خايف وخصوصا سرطان القولون هو السرطان الاول للرجال يعني الرجال يخافوا من البرستاطا والقولون ستات يخافوا من التادي وعنق الرحم او الرحم او المبايد فمضاد رائع ليه سرطان القولون يدخله في اكلنا لما فيه من فوائد عظيمة النقطة اللي بعد كده للسيدات فقط السيدات اللي في الولادة او في شهر الولادة تتعاملت 2013 الرسالة دي اللي بتاخد ست بلاحات لسبع بلاحات في اليوم في الشهر الاخير من الولادة الولادة بتيجي سهلة نسبة الولادة الطبيعية بتزيد عن الولادة القيصرية وبيحسن الولادة الطبيعية بيفتح بيزود الاكس توسن فانقبضات الرحم أثناء الولادة تشد وعنق الرحم يفتح فالبيبي ينزل بشكل أسهل كتير ومن الجأشن الولادة القيصرية فدي مهمة قوي سيدات في آخر شهر لو سمحتوا ست سبع بلاحات يوميا مهمة جدا النظر اللي بعد كده انتوا اللي هتعرفوها لوحدكم حاجة مفهاش صوديم خالص يعني الصوديم يعني يكاد ينعدم في التمر أو البلاحة والبوتاسيوم والماغنيسيوم عليين يبقى يفيد في مرض ايه هيفرحوا بنفسكم كده ها صوديم قليل وماغنيسيوم وبوتاسيوم فاللوعية الدموية ترتخي والدنيا تبقى تمام ايه الله ينور عليكم يحسن مرض الضغط بشكل كبير من يستمر على التمر تمرتين لتلاتة يومية حاجة الأخيرة الجلد فيه مضادات أكساد علي قوي وأفضلهم الكاريتينويت وسكره مش عالي الجليسيميك انديكس وقاليافه كويسة وفيه نسبة من فيتامين سي ما يحسنش الجلد ولا لا وعامة نحفظه كده اي مضادة أكسادة كتير بيحسن الجلد لانه بيقلد الشوارد الحرة اللي بتخلينا نعجز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة